خب قرشك البيض اليومك الأسود مثل يقال عن ادخال المال طبعا وحفظه للأوقات الصعبة والأزمات المالية لكن أين تحتفظ المال؟ البعض يتبع الطرق العصرية في حفظ المال يوضعها في البنوك كوديعة أو استثمار أما الطريقة التقليدية فهي حفظ الفلوس في البيت بشكل عام قد تختار مثلا في المخدة أو تحت البلاطة أو الصندقشة لأن شخص يريد أن يبقي المال أو الفلوس قريبة منه وتحت عينه لكن قد يكون هناك خطر على المال المحفوظ في البيت مثل تسرب المياه والحرائق أو قد تأكلها الفئران كما حصل مع فلسطيني من خان يونس جنوبية غزة حيث أكل فأر كما ترون في هذه الصور قام بقدم خمسين ألف دولار بلغت نسبة الأكل والتمزيق والقدم في بعض الدولارات 60% والبعض الآخر 40% كما نقلت وكالة صفة الفلسطينية مما حذب المواطن إلى إحضارها لصراف من أجل استبدالها لحسن حظ صاحب الدولارات لم يأكل الفرر الرقم التسنسلي لبعض الدولارات وهذا يعني أنه يمكن استبدالها بدولارات جديدة ولكن هذه الدولارات التالفة كيف ستباع؟ يتوقع أن تباع المئة دولار ممزقة بـ 28 دولار كمقابل لها لكن هذه العملية تستوجب إرسال المبلغ عبر الجهات المختصة إلى بنك إسرائيل المركزي بذلك المبلغ 50 ألف دولار ماذا يمكنك أن تفعل بذلك المبلغ؟ يمكن أن تشتري بيت كبير مثلا في منطقة مثل الزيتون والشجاعية في غزة أو شقة فخبة في منطقة الراقية مثل الرمال أو يمكن أن تشتري بها إذا كنت من محبي السيارات عدد من السيارات مثل هذه BMW X6 2017 بحسب سعرها الحالي على موقع لبيع السيارات في غزة من رأى الفيديو وسمع بالقصة على وسائل التواصل علق عليها بتعليقات غلبت عليها الفكاهة طبعا ومفرح تقول لازم نعمل الفائر غسيل معدى أحمد وائل ماذا يقول عن الأمر؟ حتى دولاراتها الغزة إجاه الفار يا حزن الحزن ميساء عاصي الله يقطع الفيران والله ما بياكلوا إلا الشيء المفيد والله ما بياكلوا إلا الشيء المفيد طب أنا بحط مرتدلة باللزق بياكل مرتدلة وبيهربوا يا ريت بيتصادوا محمد لبّد هذه تدوينته لما يصيد يوديه على المحكمة لتنفيذ عقوبة الإعدام أما يا سمين حتى الفيران انسعرت في غزة ربنا يعوده خير ويصبره المال ما يعادل الروح